قبل المباراة احساسك ايه وخلينا نتكلم معك يعني هنتكلم طبعا فنيا لكن احساسك انت كلعيب قبل المباراة بيختلف طبعا انت خلاص دخلت في صوفه في الجماهيز ومشجعين كنت الان على النادي الاهلي لا خالص كان عندنا ثقة في النادي الاهلي والمراحل دي كابتل انت مرنا بها بشكل كبير جدا ما كنت لعيب او حتى بعد يعني ما دخلت في كدر التدريب بعد كده الخبرات بتخليك تحطينا في مواقف اصعب من كده عندنا ثقة في العيبة الموجودة عندنا ثقة في اختيار مجلس ادارة النادي الاهلي في الوقت دوات اللي هو جيب من السماني في الوقت دوات وديد لازم تحط تحتها مية خط اللي انت عندك مدير فني عنده تجربة في افريقيا يعني باخد بطولة افريقيا وعنده تجربة مع النادي سان داونس كسب البطولة فدي من دن الحاجات اللي هي خليك اللي عنده ثقة يعني مش هجيب حد يا كابتن مسلا المدير فني اجنابي هيفضل يكتشف ويشوف اللي بزابط افريقيا ايه بزابطها يكون المطشمت افريقيا عدوا فده الرجل وفر عليك بشكل كبير جدا للمرحلة دي كلها فكان عنده ثقة رجل اللي عارف النادي الاهلي ايه عارف كيمة النادي الاهلي ازاي بشكل كبير عاملة ازاي فهو جاي متحمل المسئولية فدي من دن الحاجات اللي بتخليك وحد بتحمل المسئولية داخل كان مطمنك يعني حتى يعني اختيار دي كان يعني انا عايز اعرف اللحظات اللي هي عشر دا قبل المباراة كنت حاسس بي يعني كنت مستني المباراة ازاي مستني تشوف النادي الاهلي ازاي توقعت هذا الاداء للنادي الاهلي توقعت النادي الاهلي حيجيب اه اهداف يعني قولينا احساسك قبل المباراة وخلال المباراة كنعمل ازاي اهو طبعا الاداء للنادي الاهلي لما بدأ انا كنت مبسوط كنت حاسس النادي الاهلي هي عمل انتجة ايجابية بالذات قبل الماتش اه اه احنا احنا اقولي قبل عشر دا قبل الماتش قبل الماتش اكيد بيقى فيه طبعا شدة شوية وبتحاول تتجاه يعني تجمع كل معلامات الناس عاملة ايه بالضبط هناك الاجواء عاملة ازاي الاستعادات ازاي اه كان مدينا ثقة في اول الماتش المبتدى انا مشوفنا مثلا كل التصرحات او كل الناس الموجودة كابتن محبوض الخطيب كان موجود هناك فدي بتخدريليه على الحماس ودريليه على القربة وطبعا على السابورت الفريق فدي حاجة بتطمنك اللي كل حاجة ماشي على شكل سليم بالنسبة للقاء انا كنت متطمن احنا اجهزة كابتن بقنا فترة في الدور العام كل منلعب كل ثلاثة ايام ماتش او كل يومين ماتش فانت اجهز منهم بشكل كبير جدا رجاء او الوداد طبعا مش نفس المستوى اللي بنتكلم عليه يعني مش زي زمان يعني انت عارف الوداد زمان كان اقوى من كده بس كنت متوقع اداء سواء الوداد او حتى الرجاء في المباريتين اللي عدوا دول كنت متوقع اداءهم ده ولا كنت لا يعني عارف ان بعد كورونا ممكن الاداء يختلف والنتيجة تختلف هي طبعا بعد اداء كورونا طبعا اداء اختلف والنتيجة طبعا احنا اجهز دلوقتي يعني احنا بنتكلم في الشكل عام مجمول الفني او البدني احنا اجهز هم بقالهم كتير ما بلعبوش بشكل كبير عندهم مستوات لا هم كانوا بلعبوا بس هي المشكلة كان عندهم دوري بس انا في اعتقادي كان ما نهوش مسابقة الدوري يعني ما كانش فيه بطل الدوري محدد غير الاسبوع اللي قابليه على طول كان وكان المباراة نهائية راحها جاية اعتقد اخد منهم مجهود بدني وعصبي كبير جدا من الفئرتين اذا كانت من الرجاء او الودادي اكيد طبعا كابتل وعندك الخبرات تحت لعب النادل الاهلي والمدير الفني زي ما قلنا التشكيل مناسب وفيه بردك حط حاجة في التشكيل بردك الناس يشوغد بالها منه اللي هو الراجل عنده سيستم لها بطريقة لها بيخلي لعبها الموجودة عنده الطرفين بيدي علم معلول او محمد هاني الحرية وبيخلي ألو ديونج في نص مرعب بيثبت بشكل كبير او السلية نفس الكلام بيدي رقم عشرة لأفشة كنا بقى انه بفترة شافينه فيلر كان بيحطه في حتة ما كانتش بردك مدير الحرية كلها بيرجع دافع وأفشة مش من نوعات اللعيبة اللي هي بتقدر اللي هي بتدفع التسعين دي او دفع الماتش او خاصة لما يكون على الجناب يعني بس فالراجل اللي حطه في المكان الجديد حتى شوفنا احنا مع أفشة احرص الهدف راح للراجل يعني بيعني بيحضن الراجل او حاجة زي كده عشان بيرول يعني مدى الحب اللي هو الكيمياء اللي هو لأحد ممكن يحطه في الحتة دي يطلع كل الامكانات اللي كانت موجودة ونضلوا تعليمات ونفذها عشان كده كانت اللقطة دي اللي جابته هو راح للمسلم ده اللي بنتكلم فيها ممكن أفشة بقى لفترة مثلا الناس تقول موفق بقى لفترة مش نفس المستوى بس ببداية اللقاء مع الراجل بتارى الراجل يحطه في المكان اللي هو عايزه السليم اشتركوا في القناة